لا شيء يردع الاحتلال الصهيوني عن مواصلة جرائمه في فلسطين وليس ثمة ما يوقف انتهاكاته التي تتزايد كل يوم وتتسع كما ونوعا المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان دعا المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية تجاه مدينة القدس المحتلة وسكانها الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة لأسيما بعد القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة للكيان وهو ما أعطى تل أبيب ضوءا أخضر لتصعيد انتهاكاتها لتصل إلى أكثر من 130 انتهاكا في مدينة القدس المحتلة لوحدها خلال شهر نيسان الماضي فقط وقال المرصد الذي يتخذ من مدينة جينيف السويسرية مقرا له إن جميع سياسات الاحتلال في القدس تمتاز بالعنصرية تجاه الفلسطينيين وتنتهك بشكل صارخ حقوقهم الأساسية وتهدف إلى تهجيرهم عن طريق الهدم والاستيلاء على أراضيهم ومنعهم من البناء في الوقت الذي تعمل فيه السلطات الصهيونية منذ احتلالها للقدس على تهويدها وتمسي معالمها الإسلامية وترد سكانها يأتي ذلك وسط مساع أمريكية حثيثة لتصفية موضوع القدس والقضية الفلسطينية بالكامل عبر ما يسمى بصفقة القرن التي تعتزم واشنطن طرحها بعد شهر رمضان وفق ما أعلنه جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره ولا يزال الشق الاقتصادي مما يسمى بخطة السلام الأمريكية هو الأكثر وضوحا في إحاديث المسؤولين الأمريكيين الذين يركزون على هذا الجانب في مقابل تركيز عربي على الشق السياسي الذي لم يعلن عنه بعد رغم تأكيد الدول العربية على ضرورة إقامة دولة فلسطينية انسجاما مع مبادرة السلام العربية التي تبنتها في قمة بيروت عام 2002 مقايضة مسار المال والاستثمار بالمسار السياسي إذن هو العنوان الأبرز لخطة صفقة القرن التي ستدشن خطواتها العملية في المؤتمر الاقتصادي الذي تستضيفه البحرين خلال الأسبوع الأخير من حزيران المقبل السلام من أجل الازدهار هو العنوان الذي ستحمله ورشة المنامة بهدف حجد الدعم الإقليمي والدولي لصفقة القرن صفقة تقف منها الأطراف الفلسطينية موقفا رافضا في إجماع نادر في الفترة الأخيرة يشي بإدراك تلك الأطراف خطورة الوضع الذي وصلت له القضية الفلسطينية والتي باتت على مشارف التصفية الفعلية بعد أن فقدت الظاهر العربي وانفردت أمريكا ومن ورائها الكيان المحتل بالمشهد الفلسطيني بالكلية ترجمة نانسي قنقر